اشتركوا في القناة حمداً لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد ما الذي تقوله في دعائك وأنت تطلب المجد في الدنيا والمجد في الآخرة ما الذي ينبغي أن تقوله تعالوا بنا إلى هذا الدعاء الإبراهيمي العظيم يردده إبراهيم عليه الصلاة والسلام فترى فيه شيئاً عجيباً من طلب السعادة في الدنيا وطلب السعادة في الآخرة ونحن نعلم كيف حبى الله تعالى إبراهيم بهذه البركات حيث بقي ذكره إلى الآن وعلى ألسنة جميع من تبع أي نبي من الأنبياء سواء من تبع موسى أو من تبع عيسى أو من تبع محمداً عليهم الصلاة والسلام ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم و لأن أبه كان كافراً دعا لأبي فقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين الدعاء الخامس وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنِونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ الله خمسة أدعية يذكرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام تجلب بها المجد في الدنيا و المجد في الآخرة السعادة في الدنيا و السعادة في الآخرة رب هب لي حكماً أي أعطني القدرة على القرار الفاصل و الحكم الصائب رب هب لي حكماً و ألحقني بالصالحين تواضع فلم يقل اجعلني من الصالحين بل قال و ألحقني بالصالحين ثم قال و اجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني اجعل لي سمعة عظيمة و ثناء حسناً في كل من يأتي بعدي في كل إنسان تأخر عن زماني و اجعل لي لسان صدق في الآخرين و اجعلني من ورثة جنة النعيم الله أكبر و ماذا يقول الإنسان أمام جنة النعيم اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين و لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نسأل الله الفردوس الأعلى طيب و الدعاء الرابع الذي قاله قال و اغفر لأبي إنه كان من الضالين و إذا لم يكن أبوك مشركاً إذا كان أبوك مسلماً فإنك تقول اغفر لأبي و لأمي و ارحمهما كما ربوني صغاراً أو كما ربياني صغاراً طيب و إني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله فاعله أمد يدي في غير يأس لعله يجود على عاص كمثلي يواصله و أقرع أبواب السماوات راجياً عطاء كريم قط ما خابنا إله و من لي سوى الرحمن رباً و سيداً و من غيره أبديه من غير جاهله إنه الله لا إله إلاه اللهم آتنا من فضلك و رحمتك فوق ما يبلغه سؤالنا فوق ما تطمح إليه آمالنا و صلى الله و سلم على نبينا محمد و علاله و صحبه و الحمد لله رب العالمين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة